نتحول إلى الملف العراقي حيث أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي ضرورة أن تبدأ الكتل السياسي حوارا شاملا مشيرا إلى أنه يجب التوقف عن لغة التخوين في العراق لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسوق فيها نقطة دم عراقي